بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله قسم علوم الحاسبات طلاب المرحلة الثانية ان شاء الله اليوم رح ابدي وياكم اعادة لليونت وان الوحدة الاولى يعني احاول اركز باية على اشياء اللي اخذناها خلال فترة الدراسة قبل ما اصير العطلة هاية واركز على الاشياء المهمة ربما اكو اشياء كلش مهمة رغم يعني لو عند نوقت كان اخذناها لانتظرون هي السنة محسوبة عليكم حرامات اشياء تروح على كل حال خلي نبدي ان شاء الله وياكم اليوم باليونت وان اللي هي getting to know you number one getting to know you tenses questions using biolingual dictionary و social expressions فخلي يبدو ياكم مننا هاي طلاب الستارتار اشياء بسيطة يعني كلش سهلة تسألك اسئلة عامة مثلا where were you born what do you do الى اخره احنا حليناها يعني كلش بسيطة هاي مثلا هاي وين كانت ولاتك يعني مثلا اه مثلا هانا راح يكون جوابها ان مروكو مثلا what do you do شنو تشتغل راح يكون عندنا اما تيتشار الى اخره يعني تقدرون تتبادلون حل بياناتها واذا تحبون تحلوليها ودزوليها اذا اوكي واني اذا اشوف حل يعني احد الطلاب او مجموعة تزوهر راح ارجع انشرها على واخدوها كل يودكم فهي شغلة بسيطة فما حتى ما اعطي بها وقت على كل انتوا ربما قلت لكم بالمحاضرات السابقة وربما من التقن مع بعض الطلاب انبهتم على هذا يعني هذا المستطيل الاسود اللي هو مثلا دائما بداية تي اللي هو وانحنا تقريبا ما صار عندنا وقت لاللسنينج او فشيج يعني انت اكو اشياء مسجلة عندكم بالسيدي تسمعها ورح تيجي تجاوب على اساسه فعلى كل نانهم راح اتجاوزها لان اساسا ما عندي شي اسمع لكم يا انا فخلي اتجاوزها حتى اروح للاشياء اللي انا اريدها من عندكم اوكي نانهم ماتين هاي الصفحة طبعا بدي الصفحة 6 هاي صفحة 7 متل ما شوفون هاي بكل شي اوكي ما احتاجها راح ابدو ياكم بهاي الصفحة اللي هي راح تكون صفحة سوري راح تكون صفحة 8 مثلا هنا انا يعني هنا انا اللي هي براكتيس توقينج اباوت يو نانا طلاب يعني سوري ربما شوي الصفحة مو واضحة يعني الورقة بس يعني هذا اللي قدرت اطرق لصورة سحبت نفس الشي فانت يعني خلنا اقولكم بس شوفها اعتمد على الكتاب ماتك واسمع الصوت وان شاء الله تمشي لامور طلاب ذني مو كلش مهمات لان هذني راح تحكي عن نفسك يعني مثلا هذا مثلا تسأل جماعتك الاخره مو كلش مهمة يعني ما عدنا اسئلة عليها بس راح تحكي عن نفسك بالنسبة لي هذا يعني هذا اللي هو اختر الصيغة الصحيحة للفعل طلاب هنانا بشكل عام حتى قبل ما ابدي بهاي الست نقاط انا راح يللكم اياها مثل ما قلت لكم بالفيديو السابقة يا ري توقف الفيديو تشيق امورك وارجع شوف الحال مالتها بس على كل على كل خلي بس اقول لكم يعني هذا شو التمرين هذا يحكي على التنس على الازمان قلنا نقول صياغة الافعال والازمان يعني مثلا شوكت نستخدم مستمر شوكت نستخدم طبعا هنا هنانا حتى أقول لكم امركز على البسيط والمستمر يعني سواء مثلا ماضي ماضي او مضارع او شي من هالقبيل بس هو بشكل عام مركز على المضارع البسيط والمستمر قبل ما أبدي بالحال سريعا ربما هم اغلبكم يعرفوها احنا شوكت نستخدمهم طلاب اذا عدنا حقيقة او فكرة او عملية نسويها يوميا نستخدم المضارع البسيط واذا واذا عدنا فعالية دا نسويها الان يعني هسا احنا نسميها in the middle of action يعني هسا بنص العمل احنا نستخدم هذا مضارع مستمر بس اذا شغلة معتادين نسويها بس هسا مدى نسويها يعني مثلا smoking يعني مثلا walking زين هذا اني خلني افترض هسا مدى نسويهم بس انا انا ادخن او انا او انا مثلا باي باص او مثلا شيء يعني ذا الاشياء اللي تحتشان حقيقة على كل فخلي اشوفكم الحلول او الاسئلة اللي موجودة والحلول مالتها مثلا او number one حسن comes is coming from سيريا طلاب هنانا هي عمل واحد يعني هو هسا مودة يمشي وده يجي من سوريا لنخنقول انجلند لين هي اساسا ان انا بانجلند زين هو حقيقة هو اجي من سوريا فهاي نستخدم بيها المضارع البسيط فراح اصير حسن comes راح تقول هسا هذا الاس ما لش انو هذا الاس لما يكون فعل مضارع بسيط مو اس التملك ولا اس شخص هذا فعل مضارع بسيط الفاعل لما يكون مفرد يعني او اسم شخص او اسم حيوان او جماد يعني راح نستخدم الفعل الاس فحسن comes from سيريا نجي هنا هنالا طلاب هنالا هم راح شوية اتوقفاني بس انتهم وقف الفيديو خم منها قبل ما انا ابدل الحل يعني اريد اصنون هاي العملية على اقل test yourself يعني فمثلا الحقيقة هو لان هو خمان يحتي بنفس الوقت هس الاراب والفرانش بس هي كحقيقة موجودة عنده هو يتكلم اللغتين فراح تكون he speaks arabic and french today tom wears or is wearing jeans and a t-shirt شوف هنا هم ما تنطيك معلمة today يعني حدث اليوم واحد يعني مو هو يومية معتاد يلبس jeans and t-shirt فهن هن هو راح تكون حدث اليوم واحد مو حقيقة فراح نستخدم is wearing فراح سر today number four are you liking or do you liking خلنا ضكفة معلومة عمرها لايك ما تيجي بها ing أبد ولا بالحياة تيجي فراح سر do you like black coffee الاخر last year she went on holiday to florida هخل اقول كمعلومة last year last year السنة الماضية قطعا انت راح تستخدم الماضي she went مو she goes next year مستقبل next year she study is going to study طبعا is going to لأن هذا مثل موحيشين المحاضرات السابقة أنه يعبر عن المستقبل going to يعني راح تدرس at university okay فخلص هالتمرين هو مطلب منكم ياري تركزون عليها خلي اعبر هاي صفحة خلي بس اشوفها ما موجود رقم الصفحة بس اعتقد number nine لانها قبل ها number sorry انا بس حتى تاكم الصفحات حتى ما تاكم عليكم ف اللي هنا مصطلحات using biolingual dictionary يعني استخدام الدكشنري والقام والسنائي اللغة طلاب انا هنا قضية واحدة بالنسبة اليها يعني اغلبكم اللي متعامل مع الدكشنري خصوصا الورقي او electronic دكشنري مدخل الكلمة راح ينطيك تفاصيل عنها ينطيك معناها ينطيك الصوت ينطيك النوع وينطيك امثلة انا بالنسبة الي المهم عندي النوع اللي هو يسمونا the part of speech هذا الي هو ان مثلا احنا عدنا خمسة اشياء ربما تتقسم الكلمة اما هي تكون ان ناون احنا عنا موجودات عدكم اما تكون هي ناون اسم فعل adjective صفة ادفر بحال بريبوزيشن حرف جر اوكي يعني ما عدنا غيرها ربما اكم موديل فربي يسموه انذن الافعال المشروطة او الافعال الناقصة مثل ما احنا عدنا بالعربي فربما اذن الاشياء المهمة بالنسبة لي القضية باللغة الانجليزية كلمات تستخدم لاكثر من وجه يعني نفس الكلمة اذا اجدت بتجمل بوضعية الاسم معناها شكل اذا بوضعية الفعل معناها شكل طبعا sometime يستجي معنا بصيغة الصفة خلن نقول بس اكثر شي فعل اسم فالتمريل المطلوب منك هو number two what are these words هذن طبعا 100% راح تعتمد على المعنى فديقول لك شن ذن الكلمات write noun verb adjective adverb preposition or past tense ربما هذا past tense هو من عنده زايلين هو بالنتيجة هو verb يعني فرح اقرالكم يا حلها مثل ما قلت لكم حاول توقف الفيديو وتحاول تخمن وترجع للحل اكو اغلب الطلاب اللي انا حضرت وياهم من كنا بالمحاضرات كان حليت لهم وما اش الحال بس انا هم راح لكم اياه فbride معناها خبز راح يكون noun راح مشي اشي beautiful جميل adjective صفة on على preposition حرف جر hot adjective صفة in preposition came هذا الماضي مالكم رايز باستنس رايت هذا verb اوكي ناذا هذا شيء صعب على الطلاب اللي هو adverb eat يأكل اوكي وعدنا كوكلي adverb سريعا went الماضي مال go راح تكون باستنس واخيرا لتر حرف او رسالة راح تكون عندنا نعم وقف الفيديو مثل ما قلت لك عيدها على كيف وحاول تحلهن وتمشي الامور ان شاء الله انا شوية مرات شوفني استعجل انا مد شوية الفيديو اللي يكون لان عندي مادة هواي الفيديو شوية ماردة اطولة بالنتيجة يصير حجم كبير ما يتحمل مرات يعني على اليوتيوب اضطر اقسم الى جزئين وانا اخاف للضيع الحسب اتمنى كل يونة اتسويها فيديو واحد وحتى لو شوية مطول وانتوا اقطع 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 وقف وان ما تتعب اترك وبعدين ارجع لها اجوا ما مطلوب من عندك اي شي من هذا فراح نعبر على الصفحة هاية اللي هو بالنسبة لي دائما اركز بيها الاتصال شوفوا طلاب هاي القطعة انا المطلوب من عندي الاشياء الاربع اللي هي هسا راح اقراكم القطعة وهذا الهيدلاين الزمية اللي هي الفقرة خلنا اقول لك حتى قبل ما ابدأ خلنا اروح للقطعة يعني ما راح اقراها بس ايدي اركز بيها شغلة وارجع يعني شوفوا طلاب هسا هاي المجموعة هاي كل تش نسميها فقرة كل متكون من من معناها جملة الجملة تنتهي بالنقطة يعني مثلا هاي من اللي هنا هاي النقطة انتهت السنتنس بدينا من انتهت السنتنس الثاني ربما فارزة او فارزة منقوطة على مصفة ما لك علاقة هي بالسنتنس اوكي فعندنا تقريبا هنقول اربعة سنتنس بهاية كل سنتنس مكونة من من كلمات 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 شنية عادة هي تاخذ واحدة من الاربعة اللي اخذنا قبل شوي او العفو الخمسة اما تكون noun اسم او تكون verb او adjective او preposition او تكون adverb هذا مجموح خلي اقول لكم فاد معنا الصفات تسبق الاسماء تنتو وصف للاسم ادوات اللاسقة مالة الاسماء هي الافعال الادverb يجي بالاخير بعض الصفة او بعض الاسم او بالنتيجة انت القضية مقضية كلمات مجموح الكلمات كونت لك جملة مجموح الجمل كونت لك باريغراف مجموح البريغراف كونت لك reading او paper صارت ادنا فخلي ارجع هنا عدنا ذني الاشياء الاربع تاريخ الاتصال كيف احنا نتصل الاتصالات اليوم في هذه الايام الاختلاف ما بين الناس والحيوانات هذني انا اريد هذني كذلك ربما هذني شوية احتاج من اطرق لهم زين القطعة طلاب احفظوها يعني احفظها ربما اجيب لك عليها اسئلة واختيارات مثلا شنو هذي وانطيك اختيارات انت من تقرها اقرها كقطعة كقصة تريد تقرها مودة رخمية بالمية فخلي اقرها حتى ترجم الكم وارجع حتى وحدة وحدة نحل ها ها شوية ربما اتوقف على نمود انطيك مجال شوية تفكر بالحل يعني اذا عندك حال صحيح فخلي انزل طبعا القطعة راح تكون عندنا صفحة 11 فرح ابدأ من البداية اللي هي الناس المتصلين يعني اعظم او اكبر متصلين هي شي اوكي نستطيع الاتصال اتصال طلاب اتصال معناها اتصال كلامي اتصال بالمخابرات اتصال يعني بالمكالمة بالمخابرة بالنصوص بالصورة بالاشارة اي اتصال او تبادل معلومات بين شخص او اكثر يعني بين اشخاص مجموعة اشخاص او بين شخص فيقول يعني احنا نستطيع يمكننا يعني يمكننا الاتصال مع ناس اخرين في عدة طرق او عدة طرق مختلفة اوكي نستطيع نستطيع نتكلم ونكتب ونكتب ونستطيع نرسل نصوص نستطيع نرسل نصوص with our hands and faces بدينا او بوجوهنا ملامح الوجه اشارة اليد كذلك there is also the phone كذلك هناك اتصال يعني التليفون including the mobile for chatting and text messaging اللي يضمن chat يعني محادثة او رسائل نصوص the fax اللي هو يرسل رسائل نصية and email تعرفونا television film painting كلها تعرفوه اعتقد هاي الرسومات and photography والصور can also communicate ideas كذلك يعني ذني كلها الشيء العددين كذلك يمكن ان توصل او تنطي معلومات فخلي نشوف هاي هي من ادهم اللي هو راح يكون لحال مالتها ف اعيكون how we communicate يعني انا قلت لكم اتمنى نوقف الفيديو وشوف حتى شوف الحال مالتها فراح يكون عندنا we communicate اول وحدة تمام الثانية animals have ways of exchanging information يعني الحيوانات عندها عدة طرق او طرق مختلفة لتبادل المعلومات two كذلك bees dance and tell other bees where to find food يعني يعني النحل يرقص لاخبار النحلات الاخريات خلنا نقول اين يجدون الطعام elephants الفيلة make sounds تسوي اصوات ذات الذي humans cannot hear الناس او البشر ما تقدر تسمعه ويلز الحيطان sing song تغني اغاني monkeys القردة use their face يعني تستخدم اوجه تشو حتى تبين anger and love الضجر والحب but this is nothing compared to لكن هذا لا شيء مقارنة الى what people can do الى ماذا يستطيع الناس فعله we have languages احنا عدنا لغة about six thousand languages in fact حوالي ستة الاف لغة we can write نحنا نستطيع كتابة البوتري شعر tell jokes نكات make promises يعني نطع هود explain نشرح برسود يعني نقنع tell the truth or tell lies نحجي الحقيقة والكذب and we have a sense of past and the future وإحنا عدنا شعور أو هنقول تعبير طلاب يقصد به الحيوانات ما تقدر تخبر جماعتهم شن اللي راح يصير أو شن اللي صار ربما تقدر تخبرهم هسه بس ما تقدر تنطيهم sense of the past or the future not just present ليس فقط الآن فخلي أتوقف شوية حتى أشوف شو اللي تقدر تخمن ه فهسه راح يصير طبعا هذا الاختلاف يعني الواضح يعني خنقول النقطة المطلوبة اللي و الانمولز هاي راح يكون هي النقطة الثانية خلي نرجع كومنيكيشن تكنولوجيز يعني تقنيات الاتصال وير فري امبورتنط كانت الطلاب هنانا كلش مهمة في تطور كل المجتمعات القديمة العظيمة خلننقول الأوراق واللغة الهيرغروفية غيرت أو حولت حياة المصريين يعني الليونانا القديمة loves they spoke words يعني حبوا كلمات رنانة خلننقول كانوا جيدين جدا بالكلام العام بالعام يعني خلنقول مو الكلام العام يقصد باللغة الدارجة وانما الكلام خلننقول بالمقاهي ببيوت الشعر اللي احنا نسميه public speaking يعني دراما and philosophy تعرف هاي معناها الرومانيين تطوروا نظام فريد يعني فريد لا يشابه شيء of government that dependent on the roman alphabet للنظام الحكومة الذي يعتمد على الحروف الرومانية in the 14th century في القرن الرابع عشر يعني يقصد ب1300 الى 1400 يعني الطباعة الطباعة هنا او الصحافة المطبوعة يعني ساعدت على تطور طرق جديدة للتفكير في اوروبا فراح يكون عندنا هذا الهيدلاين مالتها او البرغراف هيدز ما دام بها تواريخ وشي منها القبيل راح يكون عندنا فنروح للاخير خلننشوف اخير واحدة عندنا راديو فيلم and تلفجن have had a huge influence on society in the last hundred years اعتقد واضحة بس هنا يعني كانت لها تأثير كبير influence تأثير كبير on society على المجتمع in the last hundred years في المئة السنة الاخيرة يعني and now الآن we have the internet تعرفوها يعني عندنا الانترنت which is infinite يعني والذي هو غير محدود but what is this doing to us لكن هذا شن اللي يسو ان يقصد به الانترنت وهذا we can give and get a lot of information very quickly يعني احنا نستطيع ننطي وناخذ المعلومات بصورة سريعة but there is so much information لكن هناك كثير من that is difficult التي تكون صعبة to know يعني التي تكون من الصعوبة هنقول to know لمعرفة what is important and what is not شن الغير مهم modern media يعني يعني الإعلام الحديث is changing our world غير عالمنا every minute of every day كل لحظة لكل يوم فخلنا نشوف شنو اللي راح يكون عندنا الهيد مالتها راح يكون عندنا communication today هو الهيد مالتها يعني اعتقد واضح هذا يحكي على بالأيام الأخيرة أو الأيام الحديثة شنو الكم مالتها على كلا خلنا نشوف خامسا اللي هي ربما شوية مطلوبة منعدكم بالنضافة وقطع لقلبها سيلة يعني رابعا يقول لك شوف الصور وقارن ويا يعني اعتقد بسيطة معها يعني هاي الكمبنيكيشن today هاي مالت الانيمول هاي 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 الكمبنيكيت ربما هكي صورة فوق اللي هي الهيستري أو شي منها القبيل يعني اقرأ النص مرة اقرأ واجاوب على سلع يعني اي الحيوانات التي ذكرت هاي موجودة بالبريغراف الثانية خلص اشوف لكم ياها اللي هي شنو ذكرت ذكرت البيز اللي كان دانس الالفنت كان ميك ساوند هيومن كان نوت هير ويل سينك منكيز يعني feel anger and love on the face هذين الحيوانات اللي انذكر تمام عدنا what is special about human communication what can we do نانا هماتين الاولى والثانية الاخرية طبعا نانا مثلا نانا نتخل 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 tell truth everything بس المهم بالنسبة للانسان هاي كليتها ربا ما يشتركوا بس المهم بالنسبة للانسان هو هاي السنس of past and future اللي نقتلكم الحيوانات ربما تقدر تنقل حدث بالماضي أو حدث للمستقبل تنقل the present الانسان يقدر ينقل هاي الاحداث كليتها أوكي فثالثا راح يكون number three which four forms of media are mentioned in the last paragraph شنو أربع صيغ للإعلام اللي ذكرت بالlast paragraph للبارغراف الأخير خلي نشوفها اللي هي شانت الراديو الفيلم البعد شنو الانترنت أوكي والمودرن ميديا هذا اللي اللي انذكر اللي هن الاربع عشر اللي طلب من من هدنا تمام خلي أرجع على كيف تمام أخيرا اللي هي what is good and bad about information technology today شوفوا good and bad إنه هنان انذكرت إنه المعلومات good we can give and get lots of information very quickly high good but المعلومات رح تكون difficult to know what is important and what is not هاي الصعوبة أو هنقول هادا bad thing اللي إحنا هي مو بس هاي طلاب يعني ربما إحنا we cannot we cannot know مثلا which is مثلا true or which is false or which is important or which is not important هادا bad thing فس the good thing is we can exchange or transform or give and get some lots of information very quickly هذا بالنسبة إن يمكن النقطة الرابعة أي تمام النقطة الرابعة أعتقد هذا مو كل مهم بالنسبة لكم يعني بالنسبة لي القطعة بعد ما عندي شي بها أعتقد خلي أشوف الفيديو صار 26 تقريبا أكثر رح يوصل 27 خلي هاي إن شاء الله على الدرس القادم إن شاء الله لأن مارد الفيديو هم يكون مطول وربما يكون مزعج وهم يكون حجم كبير يلا دخل إن شاء الله على المحاضرة جاء إن شاء نزل لكم يلا شكرا جزيلا